السلام عليكم قبل أربع سنوات قصف طائرات التحالف قرية الرقة وهي واحدة من قرى مديرية الوازعية على أطراف محافظة تعز باتجاه لحج لم يصب القصف منازل المواطنين بشكل مباشر لكنه أصاب مسافرين على سيارة مدنية وأحرق أشجارا ودمر بيوت نحل كانت مصدر دخل رجل كبير مع أطفال ونساء يعولهم إضافة لأضرار طفيفة في البيوت المجاورة لموقع القصف ومنذ ذلك الوقت ينتظر هؤلاء المتضررون التفاتة من جهة مسؤولة عن التعويض أو زيارة من جهة مسؤولة عن الإغاثة لكن أعمارهم مضت وصحتهم تتدهور والسنين الأربع مرت على الواحد منهم كأربعين سنة نتابع قصة المواطن علي عليبة في هذا الفيلم ومن ثم نعود يوم 27 من شهر جميع الثاني قبل أربع أعوان ها أجلت الطائرة تحلق هنا فوقنا ولا نضي الله تضرب قنبلة هذا المكان النوب والقنبلة الثانية تحتل القرية لا يوجد مواقع عسكري أبداً هذا بيوت المواطنين البيوت المواطنين قلوس القهالي وانتما شوه وفي معه فيها الكشقرة هذك نوب شوية معه ضربناها وطار اللهب وصدع حركة الشقري هذا اللي حدث هذه اللي هناك شققت البيوت وراح أصل الأبقار حقنا والقهال كانوا داخل ولا تبعد على البيت يعني 500 متر وهذه مثل هواقر أبعاد وبعدين لا يوجد عندنا موقع عساكر كمان ولا عندنا إلا الخط هذا اللي كان يقزعه فيه جميع العالم المدنيين والعسكرين وكانت في نفس الساعة اللي ضربونا فيها ما فيش لا سيارات ولا تقوم ولا في أي حادي سواء ولا لا ما لما ضربت الطائرة بل القنابل هناك ضربت يعني وراح تغنوا بهنا قدامها مع الضغط يعني القنابل وهذا الشضايا والهوى راح يعنوا المواشي هنا لما عندنا البيت حقي هذا شطط كله البيت حقي دائري مع الضربة حق الطائرة نحنا نقلوس البيوتنا نحنا مع الحوثي ولا مع المقاومة واطن ولا بيننا شيء ولا عندنا لهم شيء ولا حال نقلوس بيوتنا المهمة في البيوت حقنا قلوس لا معنا إيا أخرج إيا بقعة قلوس حقوزين بعد عرفنا تحرك لاش تشتغل ولا تتوقف بيتك صباح تنالقوع ولا يوجد عندنا أي حاجة نهائيا ولا موقع أساكر أبدا حتى المقاومة ما وصلت في هذه القنابل وصلوا في المركز وشولوا وكذا 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 ولا في أي حاجة عندنا ولا مدفع ولا رشكش ولا أحد أبدا النوب الذي كانت موجودة ثلاثين جبح ثلاثين منها خمسة فاضي والباقي مليان قيّر وانتهت نعنى وصارت رنات بالضربة مع الشجرة اللي كانت تحتها هذا هو باقي لاش قشل حتى هذيك مضروب منذك اليوم الشجرة وكل الشجرة هذا حصل له شضايا انتهى كله ها؟ طبعاً هي مسترسكو هاي من فين عدي أكلوا بكلباني منها؟ وقدت الناوب الحمدلله على صحاتي يعني أنا تمام وظروفي حارجة من كل ناحية الآن أنا بداية الحرب انتهيت حتى جسمي وهذا نعني من التعب والزعل على نوبي وعلى المشاكل هذي اللي واجهنا ها؟ 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 فأثمد عليها بأبنزكو هاي وعنا كمان لا معي أي وظيفة ولا معي أي خبار ولا معي حدا نعني من الدولة كنا مقتربين جمال ها؟ وانتهت الغربة على قصة ها؟ 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 ها جت من الضماء لكل قرية اللي تمسح الألغام ها؟ ها؟ سنعت مني وأنا طلبونا ونزلت عندهم هنا سبا؟ وتكلمت معاهم وقالوا لهم كتبونا من دولة العالم وإلى الآن ما فيش أي تقاوب بلا تحقى عارضونا نسمي نحل البلاد سنعت مني ها؟ ها؟ وواء لا طالع اسمي ولا أحد ها؟ نتمنى يعوضوا بدل حقوا هذا اللي راح يعوضوا بدل الأنمال حقوا النوب والبيوت اللي خدروه والمواشي اللي راحات لها ها اللي هم يتعوضوا إنهم استحق واحد المواطن المواطن لازم إنه ما عاش مخرق يبقى واقف في البيت هاو فقط هذه السلحة فهذه نهائيا والدكتور القليل هذه وترلعش نهائيا الماظر العين هادي ماظر التواشوش تمام والعمود الفقري في عديد ثلاث إذا كانوا في الزرص 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 من جنب البيت الماء الله يله والمهم لعبال كل جهة من يوم الضربة موسيقى أتمنى أعرف من اللي سبب الضرب يعني الضرب على مكاني دون أي سبب يعني أتمنى أن يعلمونا ماهل السبب طائرة تضرب مكان المواطنين اللي فيها لا ضرب ولا فيها حرب ولا فيها أي حاجة يعني اللي نعرف هل ضربونا ببلغ من المواطنين ها؟ أو ضربونا بموقب يعني حقهم لهذا ما يرسدوا الأناس اللي يشتضربوها ولا عندنا علم ماهل سبب أتمنى يعني يدوا لنا مقابل حقنا هنا بهذا إذا يعني أشفق الله ناس سجر أو سؤالنا ناس حب التعويضات وغيرها بعد أربع سنوات من الانتظار وصل الحال بكثير من الضحايا حد الياس وبدلا من البطالبة بالحق في التعويض العادل صاروا يتمنون ولو مجرد قليل من المساعدة الرجال الذين عادوا من الغربة على أمل قضاء أفضل أوقات العمر دهمت أجسادهم الشيخوخة المبكرة والأمراض وهم يرون آمالهم تذوي وحياتهم تتوقف مشاهدين الكرام الحق في التعويض العادل ودور القضاء المفترض قانونا في مثل هذه الوقائع موضوع حديثنا مع المحام والناشط الحقوق ياسر المليكي مرحبا بك معنا سيد ياسر أهلا بك يواب السادة مشاهدي قناة في القيس مرحبا بك كنا قد تابعنا في الفيلم السابق شكاوى سكان متضررين من قصف طيران التحالف استهدف قراءهم وأيضا مواشيهم ورعيتهم قبل أربع سنوات ولم يحصلوا على أي تعويض رغم مرور كل هذا الوقت كيف يمكن أن تعلق على هذا الأمر بداية هذه الواقع أو هذه الوقائع هي من بين مئات أو آلاف الوقائع الأخرى التي حدثت في كثير من المحافظات اليمنية والتي استهدفت مزارع المواطنين أو ممتلكاتهم أو مواشيهم أو تجاراتهم أو كثير من البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة والطرق والقسور سواء كان هذا الاسهداف إما بغارات طيران دول التحالف العربي أو حتى التفجير الذي مارسته ميليشيات الحوثي أو حتى الأطراف الأخرى التي شاركت بطريقة أو بأخرى في هذا التدمير بالتالي فإننا أمام التدمير لكثير من الممتلكات والأعيان المدنية والمشآت الخاصة والمشآت العامة في كثير من المحافظات اليمنية حتى اللحظة لم يتلقى كل هؤلاء على تعويض عادل أو تعويض في حده الأدنى ما سمعنا به هي أن عدد من الوقاع قامت دول التحالف العربي وتحديداً السعودية بتعويض الضحايا في قرابة عشر غارات قوية أو عشر وقاع سقط فيها ضحايا في عدد من المحافظات اليمنية أو تزيد قليلاً هذه الوقاع هي من بين آلاف الوقاع التي سقط فيها إما ضحايا في الأرواح أو تهدم في الممتلكات أو غيرها من الخسائر التي لحقت بهؤلاء الضحايا والمواطنين والمدنيين بشكل عام بالتالي فإننا أمام جرائم مركبة وهي أولاً القريمة الأولى وهي قريمة الاستهداف إضافة إلى القريمة الثانية وهي عدم وصول هؤلاء القناة إلى تحقيق أو إلى قضاء عادل القرمة الثالث وهو عدم عدم حصول هؤلاء الضحايا على تعويض عادل إما من هؤلاء الجهات المنتهكة أو حتى الحكومة اليمنية أو غيرها من الأطراف التي ارتكبت جرائم بحق المدنيين اليمنين نعم بعد مرور هذه المدة الطويلة واستمرار الارتباك الظاهر في إدارة ملف التعويضات حدثنا عن الأسباب برأيك لماذا؟ هناك أسباب كثيرة حول في هذا الملف وعدم حصول الضحايا على تعويض أو حتى الوصول إلى عدالة السبب الأول باعتقادي وهو ترهل الأجهزة الحكومية وترهل السلطة الشرعية بشكل خاص هذه السلطة التي يعول عليها اليمنيون في أن يصلوا بعد خمس سنوات من هذه الحرب أن يصلوا إلى الأمن أن يصلوا إلى حياة كريمة أن يصلوا إلى الاستقرار أن يصلوا إلى تعويضات فيما حل بهم أن يصلوا إلى إعادة ما دمرته هذه الحرب لكننا نرى أن هذه السلطة الحكومية كل يوم تسير من ترهل إلى ترهل أكثر بالتالي لا أمل يلوح في سماء هؤلاء الضحايا وحتى في سماء كل اليمنيين في أن يصلوا بهذه الحكومة والسلطة الشرعية الموجودة إلى ما يمكن أن أن يعيشوا أو يستقروا به في وطن آمن ومستقر إضافة إلى أن دول التحالف العربي وهي التي تتحمل مسؤولية كثير من هذا الدمار لم تقم حتى اللحظة بتعويض أو إعادة بنا ما دمرته الحرب نحن نتكلم عن محافظات مثلا محافظة عدنة التي قد انتهت فيها الحرب قبل ثلاث سنوات تقريبا لكننا لم نشهد أي عادة إعمار لتلك الأحياء التي دمرتها هذه الحرب في محافظة عدن تحديدا إضافة إلى أن كل الأطراف لا تزال مستمرة في ارتكابها لهذه القرائم لهذا التدمير لهذه الأرواح التي تزهق بشكل يومي وبالتالي إضافة إلى السبب الرابع وهو ضعف بنية القضاء والتي لم يستطع هذا القضاء خلال أربع سنوات أو لنقل سنتين من إعادة تفعيله لم يستطع الوصول بهؤلاء الضحايا إلى عدالة تضمن لهم حقهم في التحقيق تضمن لهم حقهم في وصول القناء إلى القضاء إضافة إلى أن هذا القضاء لم يضمن لهؤلاء الضحايا أو لم يحقق في كل الوقاع التي ارتكبتها كل هذه الأطراف وبالتالي بالإمكان أن يصل فيما لو قام هذا القضاء بدوره أن يصل إلى تعويض هؤلاء الضحايا أو تعويض هؤلاء المتضررين أو حتى إدانة هؤلاء ولو إدانتهم أخلاقيا أمام العالم بالحديث عن التحقيقات قبل فترة ظهر الناطق باسم التحالف يتحدث عن نتائج تحقيقات وأنه تم إحالتها إلى الدول المعنية بعد هذه الخطوة ما الذي متوقع بحيث يتم إنصاف هؤلاء الضحايا وبالتالي تعويضهم قلت لك أن دول التحالف العربي بعد خمس سنوات اتخذت اتخذت خطوة خطوة بسيطة جدا وهي تعويض عدد من ضحايا قرابة عشرات الوقايع لا أتذكرها الآن لكنهم قاموا بتعويض هؤلاء الضحايا أكثر من 2 مليون ريال سعودي على ما أعتقد وهل تسقط بالتأكيد ليس كامل نحن نتحدث قصف وقتل المدنيين داخل مناطق اليمن إذا تم التعويض كما ذكرت هذا التعويض هو هذا التعويض هو لجبر هؤلاء الضحايا لجبر أسرهم لجبر أهاليهم لكنه لا يسقط القريمة لا يمكن أن يسقط القريمة وهي قريمة القاتل أو قريمة التدمير لهذه الممتلكات والمنشآت والأعيال المدنية والعامة هذا التعويض هو بز مما يسمى في القانون الدول الإنساني بالعدالة الانتقالية هذه العدالة الانتقالية تبدأ أولا بالاعتراف بالقريمة ثم الشعور بالذنب إضافة إلى تعويض هؤلاء وتقديم القناة إلى المحاكمة هذه أربع خطوات يمكن أن يقوم بها كل القناة أو المنتهكين لهذه أو المرتكبين لهذه القرائم الدول التحالف العربي وتحديد المملكة العربية السعودية قامت بتعويض عدد من الضحايا في وقاع محددة وتبدو أنها تحقق في عدد من الوقاع التي تتهمها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والرأي العام بأنها ارتكبت هذه المجازر في عدد من المحافظات اليمنية هي اعترفت بعدد محدود من الوقاع وأنها أخطأت بحسب ما يدعي ناطق التحالف العربي أن هذا الطيران أخطأ في هذه الوقاع لكن نحن نتحدث عن مئات الوقاع التي ارتكبت وعن خمس سنوات تتكرر هذه الأخطاء أو حربية السدعي هذا القصف أو هذا الاستهداف أو هذا الهجوم إضافة إلى المئات من الوقاع التي حدث فيها إما تدمير المنشآت العامة أو تدمير المنشآت الخاصة دون أن يكون هناك ضرورة عسكرية دون أن إعمال مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدول الإنساني بين الحق في القصف أو الهجوم وبين الخطر العسكري أو الخطر الذي يمكن أن يحققه الطرف المعادي وهي هنا جماعة الحوثي وبالتالي أنا أتحدث عن مئات الوقاع التي سقط فيها آلاف المدنيين بين قتلى وقرحة إضافة إلى المئات من الممتلكات العامة والخاصة التي تدمرت بفعل طيران التحارف العربي إضافة إلى أن جماعة الحوثي ونحن نتحدث عن مدينة تعز تحديدا دمرت مئات أو آلاف الممتلكات دمرت أحياء بأكملها مثل حية القحملية وأقزام حية المقلية ومناطق الحصب وغيرها من الأحياء التي دمرتها جماعة الحوثي إما بتحصنها في هذه المواقع وبالتالي كانت عرضة لطيران دول التحالف العربي أو عبر قصفها وتمترسها في هذه الأحياء وبالتالي كانت سببا في وقوع الشباكات المسلحة في هذه الأحياء سيد ياسر بالحديث عن السلطات المحلية داخل تعز وعدا ولحج ودورها في حصر الأضرار وبالتالي التعامل مع ملف التعويضات وإعادة الإعمار خلال سنوات الحرب الخمس الماضية كيف يمكن لك أن تقيم دورها في هذا الملف أعتقد أنه تقع على هذه السلطات مسؤولية حصر هذه الأضرار التي حدثت خلال خمس سنوات والتي لا تزال مستمرة مثلا هنا في محافظة تعز هذه السلطات مقصرة بشكل كبير في عدم حصرها لهذه الممتلكات والمشاءات وحتى الأضرار الخسارة البشرية في الأرواح التي سقطت خلال هذه الحرب عفوا وبالتالي فإن هذه السلطات خلال خمس سنوات لم تقم بدورها وما قامت به في هذه المحافظات هي الجمعيات المدنية ومنظمات هي التي قامت بدورها في حاصر بسيط لهذه الأضرار لكن الحكومة اليمنية بأجهزتها سلطاتها المحلية بموظفيها لم تقم بدورها حتى هذه اللحظة هذا القصور وهذا الخلل وهذا الفشل يعود إلى هذه السلطات وإلى دور الحكومة اليمنية الغائب في هذا الملف وبالتالي لا نتوقع من دول التحالف العربي أو حتى الأطراف التي ارتكبت هذه الانتهاكات أن تقوم بتعويض هؤلاء الضحايا دون أن تكون هذه السلطات هي المعنية بالمطالبة لدول التحالف العربي للحكومة اليمنية بأن تقوم بدورها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في تعويض هؤلاء الضحايا نحن نتحدث عن فشل ذريع إما في السلطات المحلية أو السلطات الحكومية العلية في عدم مطالبتها لدول التحالف العربي تحديدا في القيام بدورها في إعادة ما دمرته الحرب وما نشهده من إعادة البناء بعض المنشآت خصوصا في مدينة عدن أو في منطقة المخة الساحلية أعتقد أنه لا يرقى إلى ما أمله اليمنيون أو إلى ما يمكن أن تقوم به دول التحالف العربي وأن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها إذا هذه الدولة التي تدخلت من أجلها بالتالي فإن على السلطات المحلية أن تقوم أولا بحصر كل هذه الأضرار بحصر المنشآت المدنية الأضرار البشرية الخسار في الأرواح وعلى السلطات العلية أن تكثف الضغط على دول التحالف العربي في أن تقوم بواجباتها في إعادة الإعمار وأن تطالب العالم وتناشد العالم في الضغط على جماعة الحوثي وكل الأطراف التي تقوم بارتكاب المزيد من الهجمات التي تؤدي إلى الإضرار في البنى التحتية وفي ممتلكات المواطنين وفي المنشآت العامة أن تتوقف وأن هؤلاء السكان هذه البنى التحتية لم تتحمل كثير من الهجمات كثير من الأضرار نعم بالحديث عن دور النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيق في وقاع القصف كيف تقيم أنت دورها خصوصا في الهجمات التي يتم الإعلان عن سقوط ضحايا فيها وتنشر معلوماتهم في وسائل الإعلام بحسب علمي أن النيابة العامة لم تقم بدورها في أي واقع من وقاع القصف التي حدثت هنا أنا أتكلم مثلا عن محافظة تعز لم تقم النيابة في دورها في أي واقع في تحقيق في التحقيق في أي واقع سقط فيها ضحايا أو خسائر أو أضرار في الممتلكات وبالتالي فنحن أمام قصور فضيع في دور النيابة العامة التي يجب أو يتوقب عليها أن تقوم بدورها بمجرد العلم بمجرد الإبلاغ بمجرد سماعها وكل ما ينشر عبر وسائل الإعلام هو بلاغ للنيابة العامة لكن دور النيابة العامة هو غائب إلى درجة لا توصف بالتالي فإننا بحسب علمي لا توجد أي قضية قام القضاء هنا في محافظة تعز بدوره في التحقيق في كل هذه الوقاع التي سقط فيها ضحايا مدنيون ونحن نتكلم عن مجازر بشعة ارتكبت في هذه المحافظة بعض الوقاع سقط فيها عشرات القتلى ومثلهم من القرحة وبالتالي فإن دور النيابة غائب ولم تقم هذه النيابة بدورها المكفول لها دستورا وقانونا أن تقوم به لكننا لم نسمع به أو لم نرى أو لم نشاهد ولم نعايش كل هذا وبالتالي أنا أنا أناشد هنا النيابة العامة أن تقوم بدورها في فتح ملفات تحقيق جادة في كل هذه القرائم أن تستدعي كل المسؤولين كل القهات المعنية بتقديم الأدلة إليها في هذه القرائم أن تقوم بدورها بما يتوقب عليها دستورا وقانونا حتى يصل هؤلاء الضحايا إلى أعدالة ناجزة حتى يمكن لهؤلاء الضحايا أن أن يحصلوا على ما يتوقب حصوله من تعويضات هذا دور النيابة لنفترض أن تقوم به في هذه اللحظة سيد ياسر رسالة أخيرة تود توجيهها للحكومة الشرعية للتحالف للضحايا الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات الرسالة الأولى في الحكومة الحكومة اليمنية المعنى الأول بحماية مواطنيها بالدفاع عنهم بالمطالبة بتعويضهم أن تقوم بدورها الذي ينبغي أو الذي يتوقب عليها قانونا ودستورا وشرعا وأخلاقا في المطالبة بتعويض هؤلاء الضحايا في جبر ضررهم في الوصول بهم إلى أعدالة ناجزة رسالة الأخرى إلى دول التحالف العربي وهي المعنى الأول بإعادة إعمار ما دمرته الحرب بتعويض الضحايا على الأقل في الوقاع التي ارتكبتها دول التحالف العربي ونحن نتحدث عن مئات الوقاع سواء في محافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية هذا إن لم يكن عليها التزام أخلاقي بإعادة ما دمرته كل هذه الحرب وخصوصا في المناطق التي تحررت إما في مدينة عدن أو هنا الجزء المحرر في محافظة تعز وغيرها من المحافظات التي تبسط القوات الحكومية سيطرتها عليها الرسالة الأخيرة للضحايا وهي أن لا يتخلوا عن مطالباتهم لكل هذه الأطراف التي ارتكبت بحقهم هذه الاتهاكات أن لا يتخلوا عن مطالباتهم للسلطة الحكومية أن تقوم بدورها بتعويضهم لدول التحالف العربي أن تقوم بتعويضهم ويعادت ما دمرته الحرب شكراً أن يقوموا بمطالبة والضغط على كل القهات الفاعلة المحلية والدولية بالضغط على كل الأطراف التي انتهكت أو تنتهك تنتهك المواطنين اليمنيين ترتكب القرائم تدمر القرى التحتية أن تتوقف عن هذه الأساليب البشعة والوحشية في تدمير البنى التحتية في قتل المواطنين المدنيين أن تتوقف بحق الإنسانية وبحق الضمير المشترك والعيش وكل ما يتعلق بإنسانيتنا أن تتوقف عن الإضرار بالمواطنين اليمنين فلم يعودوا يحتملوا بعد خمس سنوات كل هذا العناء وكل هذه الأضرار نكتفي بهذا القدر المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيسة على اليوتيوب الحاج علي عليبة تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر